الأسرة في القرآن النشاط الأول الصفات الإنسانية التي تحتاج إلى تهذيب وإرشاد وتوجيه صفة الحرص تعريفه هو الجشع والرغبة الشديدة في الحصول على الشيء الصفات الإنسانية التي تحتاج إلى تهذيب وإرشاد وتوجيه وهذه الصفة من الصفات التي فطر عليها الإنسان ويدخل تحت هذه الصفة ما يتبعها من الصفات الأخرى كالأمل والتمني وهي من الصفات التي ينبغي أن توجه وتصرف في محلها الصالح لها فلا تكبت ويضيق عليها ولا تطلق بلا حدود أو قيود والدليل على صفة الحرص في القرآن قوله تعالى وتحبون المال حبا جما أي كثيرا وإذا كان لدى الإنسان حرص فليكن فيما ينفعه كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز صفة العجلة تعريفها هي طلب الشيء واستعجاله والمسارعة إليه الصفات الإنسانية التي تحتاج إلى تهذيب وإرشاد وتوجيه والعجلة من الصفات التي لا تذم مطلقا إنما تذم في فعل الشر والمسارعة إليه وفيما لا يعود على الإنسان بفائدة كما أنها تحمد في فعل الخيرات والمسارعة فيها على وفق الضوابط الشرعية قال تعالى وعجلت إليك ربي لترضى والدليل على ذم العجلة قوله تعالى خلق الإنسان من عجل والإنسان يقدم الدنيا على الآخرة بسبب العجلة كما قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وهذا من لوازم كونه خلق من عجل صفة الغضب تعريفه هو غليان القلب لطلب الانتقام والغضب من الصفات الإنسانية التي خلق عليها الإنسان فهو أمر طبيعي لا يزول من الجبلة ولكن يمكن تهذيبه وتوجيهه وكسر حدته والحكمة من ذلك دفع المؤذيات والمهلكات عن الإنسان لحفظ نفسه ونسله فلو لم تكن فيه هذه الصفة لما أمكنه الدفاع عن حرمات الله إذا انتهكت وكذلك دفع المؤذيات عن نفسه وعرضه وماله أين محل الغضب وبما شبه؟ الغضب محله القلب وهو أشبه بالنار في غليانها وهيجانها والدليل على تشبيهه بالنار قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه وعلى الإنسان محاولة ضبط النفس وعدم الاسترسال مع الغضب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب صفة الشهوة تعريفها هي ميل النفس إلى ما تريده وتشتهيه والشهوة وضعها الله في الإنسان لحكم كثيرة منها أولا بقاء النوع الإنساني ثانيا عمارة الأرض ثالثا ابتلاؤه وامتحانه بها والشهوة من الصفات التي لا ينبغي تعطيلها ولا إطلاقها وإنما تضبط بالشرع وهي لها حد متى تجاوزته أو قصرت عنه وقعت في الضلال والشهوة العامة يعبر عنها بحب الدنيا وحب الحياة والشهوة وإن كان الإنسان مجبولا عليها لكنها تفتح عليه باب الشر والسهو والغفلة فيبقى القلب مغمورا فيما يهواه غافلا عن الله ساهيا عن ذكره لأن حب الدنيا قدران على قلبه فصار عبدا لها إن أعطي رضي وإن لم يعطى صخط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر